نكمل حديثنا عن الآثار الرومانية في المغرب العربي وجادوركادور الزاير ونبدأ بالطبيعة بمدينة تيبازا اللي تعتبر من أشهر المدن اللي فيها الآثار القديمة تاع رومان وأصل هذا البلاد بونيقي وكيما باقي مدن البحر الأبيض المتوسط ولات مدينة رومانية تابعة للإمبراطورية الموريتانية القيصرية نعم كيما سمعت الموريتانية لكن ما عندهاش علاقة مع موريتانيا وفي العصر هذا كانت تطلق الكلمة هذه على المغرب الأوسط أي الجزائر والمغرب الأقصى وكلمة تيبازا تعني مكان للعبور ولات البلاد هذه أحد معالم الثقافة الإغريق ورومانية في شمال إفريقيا فما زاد في الجزائر المدينة الرومانية مدينة جميلة موجودة شرق العاصمة الجزائرية على بعد 30 كم وتحديدا بولاية الصطيف اللي يمتد تاريخها إلى عهد الإمبراطورية الرومانية وتحت قيادة الإمبراطور الروماني نيربا المدينة هذه عندها أثار رومانية من العيار الثقيل الأخوة كوزيتوس كراكلا وفينيوس إله الجمال إلى آخره هي أسماء رومانية تعدات على المدينة هذه وخلت موروث ذات قيمة لا تضاه بثمن نمشيوا لمدينة جميلة الأثرية العيلة الرومانية اللي جاد للمدينة هذه خلت أثار مهمة كي المسرح اللي يرفض عدد هائل من المتفرجين وكان مخصص للقتال وفي ساحة كبيرة كاين قدام المسرح محكمة مبنية بالحجر تمتد للقرن الرابع الميلادي وكان الإمبراطور نيربا يعاقب فيها كل روماني يخالف قوانين الإمبراطورية تاعه نتعداو للمغرب ونبداو بمنطقة شالا اللي تعتبر عروس التاريخ في المغرب شالا موجودة على ظفة نهر أبرقراق اللي يفصل بين مدينة الرباط ومدينة سلا أو سلا والنهر هذا يصب في البحر الأبيض المتوسط كانت شالا مدينة صغيرة في القرن السادس قبل الميلاد وشهدت برشة تطورات من عصر العصر قبل ما تولي مقبرة لبعض الملوك تقول بعض الدراسات أنه اسم شالا يرجع للإسم القديم لنهر سلا اللي يتسمى توا كيما قلت لكم نهر أبرقراق وبرز اسم سلا في العصر الروماني العصر اللي ازدهرت فيه المنطقة هذه ووصلت العظمة متاحة في أوائل القرن الثالث ميلادي وقت اللي كانت المرسى الوحي للمراكب الشراعية الرومانية اللي كانت تتمد الرومان بالغلال الزراعية المتنوع كاين تاني مدينة العرائش الأثرية اسمها القديمة هو ليكشوس ونهر اللي ولت مستعمرة رومانية عرفت عهد جديد وكثر فيها البني والتشييد وكثرة المعابدة الضخمة تبنى حمام عمومي ومصرح كبير على شكل ضائري وكان دوره الترفيه على عمال تمليح السمك في الوقت هذاك بخلاف آثار الديار والقصور اللي ما زالت الأعمدة التحق الضخمة وأرضيتها المزوقة بالفسيفساء موجودة وفم مدينة أوليلي الأثرية الموجودة جنوب شرق الرباط وتبعد حوالي 20 كم على مدينة مكناس وتعتبر من أهم المواقع الأثرية بالمغرب وتعود أصول مدينة أوليلي إلى القرن الثالث قبل الميلاد ولات بلدية رومانية انطلاقا من سنة 40 ميلادي لأواخر القرن الثالث بعد الميلاد وكي أصبح تابعة للإمبراطورية الرومانية عرف التشييد العديد من المعالم التاريخية وقع تخصيص مساحة مهمة لحي سكني متكون من ديار مزيانة مزخر فساحاتها بالنقوش والفسيفساء بل كت قلوب اللي هذا برك اللي خلاوه الرومان وراهم لا أبداً الوقت هو واللي ما يسمحش باش نذكر كل المواقع والمدن الأثرية الرومانية في المغرب العربي لكن حاولنا نذكر الأهم بالرغم أن كل المواقع مهمة وتعكس جبروت وعظمة الرومان وحضارتهم انصيحتي لكم اللي حبيبني دارو يحب هاد دوم عليه بمقاور روماني